استخدمت الشرطة المغربية خراطيم المياه مساء الأربعاء لتفريق تظاهرة في العاصمة الرباط قام بها آلاف من المدرسين المتعقدين الذين يطالبون بالإدماج في الوظيفة العمومية ووصل المدرسون الذين كانوا يهتفون لا لتفكيك المدرسة العمومية إلى أمام البرلمان وسط الرباط لإقامة مخيم والاعتصام فيه للضغط من أجل تحقيق مطالبهم قبل أن تفرق الشرطة تظاهرتهم ترجمة نانسي قنقر